اهلا بكم احباء المتابعين في الحلقة الماضية قدمنا لكم في عجال بعض الدلائل العلمية على تزوير رسائل الرسول لملوك عصره كهرق العظيم الروم وكسرى عظيم الفرس والمقوقس عظيم القبط وغيرها من الرسائل وفي هذه الحلقة سوف نقدم لكم ادلة اخرى على هذا التزوير كما سبق وان اشرنا في الحلقة الماضية لتزوير الخط في هذه الرسائل ومحاولة تقليد الخط الكوفي اعتمادا على مادة علم الخطاطة باليوغرافي نقدم لكم نموذجا من الخط الكوفي لبعض المصاحف القديمة التي كتبت بالخط الكوفي ونقارنها بهذه الرسائل المزعومة فكما قلنا فالخط الكوفي بدأ ظهوره في عصر عبد الملك بن مروان اي بعد سبعين سنة من وفاة الرسول تقريبا فهو خط جميل جدا تطور عبر الممارسة الطويلة في تدوين المصاحف قبل ان نقوم بهذه المقارنة نبدأ بقراءة نص هذه الرسالة فلو اخذنا على سبيل متان نص رسالة هرق العظيم الروم يقول النص بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله الى هرق العظيم الروم سلام على من اتبع الهدى اما بعد فاني ادعوك بدعائه الاسلام اسلم تسلم يؤتيك الله اجرك مرتين فان توليت فعليك اثم الاريس بين قوسين الاريسيين ويا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ان لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا شهدوا بانا مسلمون بينجو اهي قرآنية صورة العمران الاية 64 لنذهب لأقدم مصحف كامل في العالم بالخط الكوفي ووجهتنا الى القاهرة بمصر في مكتبة المخطوطات الاسلامية بجنب ضريح السيدة زينب نفتح هذا المصحف وهو كبير الحجم يزن حوالي 80 كيلو مكتوب على الرق اي الجلد وهذا ما كان متاحا للمسلمين في بداية الدعوة المحمدية وليس على ورق البرد والمسلمون لم يفتحوا مصر بعد فالرسول حسب هذه الرسائل المزعومة يكتب لملوك بما هو متاح لقومه تعالى ننظر للكلمات والحروف نقارن بينها خاصة ان الاية 64 من صورة العمران تجمع بين الخطين في الرسالة ومصحف المشهد الحسين بالقاهرة نفتح المصحف في الرقعة 69 وقبل ان نبدأ المقارنة نجد ان النصين بدون تنقيط وهذا رائع لان صاحب هذه الرسالة المزعومة كان يعرف بان التنقيط لم يكن موجودا في عصر الرسول طيب ننتقل مباشرة الى النص الاية في الرسالة والمصحف حتى يكون كلامنا مبني على الحجة وليس التخمين الاية تبدأ قل يا اهل الكتاب تعالوا في اخر سطر الرقعة 69 نلاحظ عبارة يا اهل لا يوجد الف المد بعد الياء في المصحف وهي صحيحة بحسب رسم المخطوطات القديمة لان الف المد اضيف بداية من العصر عبد الملك بن مروان على يد الحجاج بن يوسف ثقافي وكذلك كلمة الكتاب بدون الف المد ثم كلمة تعالوا كذلك بدون الف المد وكلها صحيحة بحسب مخطوطات المصحف القديمة نعود للرسالة المزعومة نجد كلمة قل غير موجودة وهذا ليس اشكالا لانها رسالة تبدأ الآية كالتالي ويا اهل اولا مشكلة وجود الف المد بعد الياء ثم الألف وهذا خطأ بحسب علم الخطاطة لا وجود لألف المد في المرحلة الأولى لتدوين المصاحف كلمة اهل الهاء ليست منتصلة باللام وهذا خطأ لا يقع فيه حتى الأطفال في الكتاتيب فما بالكم بأحد النصاخ كلمة الكتاب يظهر فقط منها الألف واللام وكاف شيئا ما أما بقيت الكلمة غير موجودة وليس هناك أي مبرر لسقوط ما بقي منها ثم كلمة تعالوا فيها مشكلتين الأولى وجود ألف المد لم يكن موجودا كما قلنا في ذلك العصر وحرف العين مغلوقة شبيهة بالعين في الخط النسخي الذي اشتهر بعد أكثر من قرنين على ظهور الخط العربي القديم بينما في المصاحف القديمة هي عبارة عن قرنين يميلان في اتجاه معاكس كحرف للذي وهذا ما نجده في هذا المصحف إذن من خلال أربع كلمات فقط نجد خمس أخطاء في الرسالة ولا يوجد خطأ واحد في المصحف إذن هل نصدق الرسالة أم المصحف؟ فحتى لا نطيل عليكم من خلال دراسة هذه الرسالة المزعومة على ضوء علم الخطاطة نجد أكثر من سبعين خطأ ارتكبه صاحب الرسالة نهيكا عن ما قلته في الحلقة الماضية عن الخاتم الله رسول محمد وليس العكس محمد رسول الله بحسب العملات الإسلامية الأولى التي تعود لعصر الأموي وأسوأ خطأ على الإطلاق هو تقسيم آخر الكلمة بين قوسين مسلمون إلى شقين مس في آخر السطر وليمون في أول السطر نعم يمكن تقسيم الكلمة العربية إلى شقين في آخر السطر بحسب المخطوطات القديمة ولكن يجب أن تكون الكلمة تحتوي في وسطها على حرف لا يقبل الربط بما بعده كالألف والدال والذال والراء والزي والواو كما هو الحال في ظهر نفس الرقعة فرسم آخر سطر الثاني كلمة نشرك فالكاف جاء في أول السطر الثالث لأن قبله راء كما تلاحظون على الصورة ومن خلال علم المخطوطات كوديكولوجي الرسالة من المفروض أن تكون كالرسائل المزعومة من الجلد وليس البردي ولهذا نجد رسالة أخرى هي كذلك رسالة مزورة لهرقل على الجلد والسؤال أي هذه الرسائل هي الحقيقية الجواب ولا واحدة بالنسبة لنص الرسالة والصياق التاريخي تقول الرواية بأن الرسول بعت بهذه الرسائل إلى الملوك بعد صلح الحديبية يعني أن الرجل لا زال لم يطوع العرب كلهم ولا زال قومه لم يدخلوا تحت راياته فكيف يتجرأ قائد قبيلة بدوية أن يكتب رسائل تهديد لخمس مماليك عظمى تحيط به بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم هنا نلاحظ ندية في الخطاب من محمد إلى هرقل يعني من شيخ قبيلة إلى أقوى إمبراطورية في ذلك العصر بدون خوف وهو من فترة بسيطة هاجر من مكة إلى المدينة خوفا من بطش أبناء جلدته سلام على من اتبع الهدى وهذا تهام غير مباشر بالضلال لأمبراطور هرقل نفسه أما بعد فإني أدعوك بدعائه الإسلام هذا معناه أن الإمبراطور يعرف جيدا دعوة الإسلام ولم يعرفها حتى أبناء عشيرته من قريش أسلم تسلم هذه المرة تهديد مباشر بالحرب على الإمبراطور هرقل العظيم يؤتيك الله أجرك مرتين وهذه تزكية واضحة لدعوة محمد فالدخول للإسلام يعطي الله عليه أجران في الدنيا والآخرة فإن توليت فعليك إثم الأريس بين قوسين الأريسيين والأريسيين هم أتباع آريوس والأمبراطورية البيزنطية لم تكن تتبع لمذهب آريوس فهم يعتبرونها كباقي الطوائف المسيحية بدعة وبالتالي صاحب الرسالة المزعومة لا يعرف حتى عقيدة الإمبراطورية البيزنطية في ذلك العصر وهي الأورتدوكسية الشرقية خلاصة الحلقة رسائل الرسول كلها مفبركة مزورة لا يسندها علم المخطوطات وعلم الخطاطة ولا علم النميات علم العملات ولا حتى الصياق التاريخي للنص لكن من باب العاطفة يصدق المسلم البسيط كل ما يقدم له كحقائق تاريخية نكتفي بهذا القدر وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر